اشتركوا في القناة اعلن الفنان السوري حسين الديك انه بيه وميت من بعد ما اتعرض لنوبة قلبية وكشف انه رح تتم الصلاة على راحة نفسه بالليديقية اليوم الاربع اتنين كنون الاول وبسبب الظروف الراهنة رح يتقبل هو وخيه الفنان على الديك وعائلتهم التعازي على وسائل التواصل الاجتماعي او بالاتصال الهاتفات ضجت مواقع تواصل اجتماعي بخبر تحضير الممثل المصرية عمينة خليل لحف العرسة على رجل الاعمال عمر طاه وتصدرت امينة مؤشرات البحث على جوجل من بعد ما تداول تاريخ حفل الزفاف يلي تم تحديده يوم الجمعة اربع كنون الاول باحد فنادق مدينة الجونة بمصر وكانت امينة احتفلت بخطوبتها من عمر بتموز الماضي بحفل عائلة بالساحة الشمالة ردت الفنان اللبنانية سيرين عبدالنور على متابع اتهمة بالعنصرية تجاه الشعب السوري واكدت انه ما بتسمح بهالحاكة انه ينتشر عنا لان هالكلام ما بيشبهها ابدا وكتبت للمتابع فيصل يلي هجمها ممنوعة تجيب سيرة الجمهور السوري على صفحته وتأولني كلام ما قلته قلته رح ارجع ايد الجمهور السوري والممثلين السوريين بحبوا نقد الدني لو سمحت ما تصطاد بالمية العكرة وبتمنى يخلص الكلام هون لانا عم تاخدوا لمحال تاني ما بيشبهني وشكرا كشفت الممثل السوري سوزان نجم الدين معانيتها بعد فاجعها يلي عيشتها بوفاة زوجة سراج الدين الاتاسي بسكتة قلبية ونشرت صورة زوجة ووجهت رسالة لكل يلي عزوها وكتبت الاهل والاصدقاء الاحبة الله يرحم امواتكن ويبعد عنكن وعن كل يلي بتحبوهن كل مكروه بشكركن على مواسطكن الصادقة وتبعت الله يرحمك يا زوج الحبيب وحتى لو غبت بالجسد فولادك نورك على هالأرض وتفاعل متابعين مع منشور سوزان وحوال اموها ساتة بفقدان زوجة وطلبوا انه الله يصبرها ويعطيها القوة لا تتخطى هالأزمة كشفت الممثل المصرية عابير بيبرز المتهمة بالقتل المتعمد لزوجة خلال اخر جسلة جديد حبسة قدام قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة انها نفزت الجريمة من بعد ما ضربها جوزة على وجه وما قدرت تتميلك حالة فكسرت انينة ازاز على رقبته وغرستها بصدره بس ما تقصدت انها تقتله وانهارت عابير بالجلسة لان حلمت بزوجة هو وعم يبكي وينزف وقالت انا غلطانة واخدت عقابة وما كنت متصورة الموضوع رح يوصل للقتل كانت معكم بموجز الفن ماري لورت سمعان لمعرفة كيفة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد